تعال نبص على مثال محتاج منك تخيل وبروحك كده عشان ما نغلطش تخيل مثلا جلنا هنا جيردر عبارة عن كاميرا تسلم مثلا الجيردر ده فيه حتة أفقية وحتة ميلة وحتة أفقية شاف اللي هو مارسون بلا بيض وفي نفس الوقت كان متهشر عندنا بلطات وكاميرات وتقالينا ان الجيردر ده بيكرر كل سبيسنج مسافة معينة مطلوبيني حاجتين ان انا اصمم الجيردر نفسه وكمان اصمم الكاميرا الساكندري دي فاكر كنا بنحتاج نعمل ايه؟ اول حاجة طبعا كنت برسم البلان فكذا زي ما نساكل للود ديستربيوشن كنا اول حاجة بنرسم البلان فاكر كنت اول حاجة بتقول ان السنت اللي انا عندي بيكرر كل سبيسنج فاك اكد هكت بعمل خط قطع فوق وتحت عنده نص لسبيسنج ونص لسبيسنج ولو تفتكر زي ما كنا بناخد في الود ديستربيوشن كنا قبل كده اللي مارسوم في الاب يده اللي هو الجيردر والعمودين دول بيتكرروا كل spacing يبقى أنا هاجي عند center line ده أحط الجردر العمودين هنا وهنا وفاكين كنا نقول إن كل اللي متهشر سواء البلطات أو الكاميرات السكندري هنا كلها مكملة من الأول للآخر فأنا هكمل الكاميرات والبلطات ولو تاخد بالك هنا المنطقة دي البلطة كلها ميلة فاكين كنا بنهشرها بس عشان نفتكر إنها ميلة وتعون كنت بتشغل هنا بالأطوال الحقيقة فكر بس كده أول حاجة لو أنا مطلوب مني أصمم الكاميرا دي الكاميرا دي نوحها إيه دي هتبقى كاميرا continuous more than two spans يموركوض فيها خمس secations أنا لما أجي أصمم كاميرا زي دي دلوقتي مش إحنا بنقطع cross section عمودي على الكاميرا الكروس سيكشن هنا يعتبر بالعرض ولا بالطول الكروس سيكشن نفسه يعتبر بالعرض يبقى لما أجي أبص على الكروس سيكشن ده هبص عليه من قدام حاليا دلوقتي عشان دي كاميرا سقطة عشان مرسومة خطين solid فهرسم شكل خطاء عامل كده لما تيجي تفكر ناحية إيدك الليمين البلطة تعتبر ايه تعتبر أفقية فأنا ناحية الليمين هنا هرسم البلطة أفقية لكن ناحية إيدك الشمال هتلاقي البلطة ميلة وركز في الحتة دي لما أجي أرسمها في الكروس سيكشن هعمل ايه هبتدي أبص هو الليفل هنا زي الليفل هنا لا الليفل هنا اختلف يبقى وانا برسم الليفل هنا غير الليفل هنا فهتترسم في الكروس سيكشن ميلة يعني خب بالك تاني هنا اترسمت في الكروس سيكشن ميلة لأن الليفل ده كان غير الليفل ده فانا رسمت الليفل هنا غير الليفل هنا حاليا لو ده شكل قطعة قولي كده الكاميرا دي لو كان بيأثر عليها مومنت نيجيتف المومنت لفوق بش ده معناني التنشن سايد فوق فقطاع ده وما يشرخ جزء الفوق هيشارك هيبقى هوى وجزء اللي تحت هو اللي شغال. ساعة هتصمم كنو ار سكشن. لكن لو عندي سكشن تاني المومت عليه كان لتحت. يعني دي لساعمل تحت. ساعة هقولنا الجزء اللي تحت هيبقى هوى وجزء اللي فوق هو اللي شغال. بس وانت بتحسب هنا ينفع البلاطة الميلة دي تحسب لها بي كابيتل وانا ما ينفعش. فكنا هنا في الحالة دي هنأتبر كأن القطاع اللي سكشن من ناحية البراطة الافقية. يعني ايه? يعني وانت بتحسب البي كابيتل من سنطة لان الكاميرا لسن سنطة لان الكاميرا هنا لسنطة لان ببراطة الافقية بس هنا. وبعدين تكمل ستة تي اس زائد البي وكيف قيلها على عشر زائد البي. لما تيجي تصمم الجردر نفسه. لما اجي قطع كروس سكشن عمودي على الجردر. مش كروس سكشن نفسه هيبقى بالطول. لو كروس سكشن بالطول يبقى انا هبص عليه منين? هبص عليه من ناحية اليمين. لما تبتدي ترسم كده الجردر نفسه بما ان هو خطين سوليد فهيترسم كاميرا سقطة. كاميرا التحت. لما تيجي تبص بقى انت بصص من ناحية اليمين. ناحية ايدك اليمين. وانت بترسم. هترسم البلطة افقية ولا البلطة ميلة. وفي الحقيقة البلطة ميلة في الاتجاه ده. لكن انا بصص من ناحية اليمين. الليفل اللي هنا والليفل اللي هنا. زي بعض ولا مزي بعض. طبعا يعتبروا زي بعض. يبقى انا لما اجرسم الليفل هنا والليفل هنا هيبقوا زي بعض. فهترسم حتى افقية. الناحية التانية برضو. ناحية الشمال. الليفل هنا والليفل هنا. مزي بعض. يبقى انا برسم الليفل ده والليفل ده. ب وهيبقى زي بعض. ده معنى ايه؟ معناه ان البراطة في الحقيقة ميلة. لكن انت لما جيت قطعت الكروس سيكشن عشان قطعت في الاتجاه التاني فترسمت في الكروس سيكشن افقية. لو ترسمت في الكروس سيكشن افقية يبقى انت تقدر تحسب البي كابيتل بتاعتك عادي خالص. يعني من سنتا لائن تو سنتا لائن او 16 تي اس زائد البي او كيف الا على 5 زائد البي. بالمناسبة في المسائل دي. من سنتا لائن تو سنتا لائن اللي هو من سنتا لائن بلاطة لعليمين الكاميرا سنتا لائن بلاطة على شمال الكاميرا هيطلع دايما لسبيسنج. عموما القصد هنا ان دايما لما تجي ترسم الكروس سيكشن ركز هي البلاطة في رسمة الكروس سيكشن افقية ولميلة. لو في رسمة الكروس سيكشن افقية انا هقدر احسب البي كابيتل. لو في رسمة الكروس سيكشن ميلة ساعتها انا هاهم الجزء البلاطة واشتغل على البي سمول بس. يبقى خطاعة زيدات دلوقتي. لو عليه مومنت نيجيتف طبعا الجزء اللي فوقها هيشارة هيبقى هوا هيبقى رس لكن لو عليه مومنت بوستيف ساعتها الجزء اللي تحتها هيشارة هيبقى هوا وساعتها قطاع ده يشتغل تي سيكشن. تقدر ساعتها تحسب له بي كابيتل زي ما قلنا. لو انت مفهمتش قوي الجزء ده من رسمة البلان هاتطر لأسف اشرحه لك مرة تانية على رسمة 3D. وبالك البلاطة هنا ميلة وكان ده الليفل الواطي وده الليفل العالي. الجردر كان ماشي ميل مع البلاطة وكان فيه عندنا كاميرات سيكندري ناحية التانية. لما تيجي تصمم الكاميرا السيكندري انت مش تقطع ك كروس سيكشن عمودي على الكاميرا السيكندري وبصيت عليه. ابتديت ارسم هنا الكاميرا السيكندري نفسها كانت كاميرا سقطة. الجزء ده. بما ان الليفل الناحية دي مواش قد الليفل الناحية دي. يبقى وانا برسم في كروس سيكشن. الليفل هنا مش زي الليفل هنا. فالبلاطة هتترسم في كروس سيكشن ميلة. الناحية التانية. بما ان الليفل هنا بتاع البلاطة مش زي الليفل هنا بتاع البلاطة. يبقى الليفل الناحية دي مش هبقى زي الليفل الناحية دي فالبلاطة برضو يترسم فاكن لو بلاطة ترسمت ميلة ده معناه ان وانت بتحسب البي عندك هنا هتهم الجزء البلاطة ميلة ناحية دي وناحية دي وتشغل القطاع ده كأنه لكن بالنسبة لجردر نفسه هتقطع كروس سكشن عمودي على الجردر وطبع كروس سكشن ده هيبص عليه برضه عشان يقدر نرسمه الجردر نفسه في المثال ده مش يعتبر كاميرا سقطة وانا برسم البلاطات في الكروس سكشن خب بالك ان ليفل البلاطة هنا وليفل البلاطة هنا زي بعض نفس اللين كان الأمر كان الناحية التانية انت عمودي على الميل دلوقتي فلو الليفل هنا واللهل هنا زي بعض يبقى وانا برسم في الكروس سكشن هبقى الليفل ده و véritableها عنا هيه في الحقيقة ميلة لكن ميلة في الاتجاه التانية الناحية التانية برضه الليفل هنا واللهل هنا زي بعض بالزبط يبقى وانت بترسم الليفل ده واللهل ده زي بعض فاس cit expressions الأمر كده معنا البراطف الحية كاتميل